صباحات الخير والإشراق لكم مشاهدين مثل ما تابعنا هذه كانت كلمة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أبقاه الله ورعاه أثناء لقائه بشيوخ محافظتي الداخلية والوسطى بحصن الشموخ العامر في ولاية منح أيضا موضوع حلقتنا لهذا اليوم وأولى محطاتنا الحوارية لا تبعد عن ما ذكر جلالة السلطان في كلمته ورح نتحدث عن تربية الأبناء ومواقع التواصل الاجتماعية طبعا اليوم تواجه الأسر مشاكل كبيرة في تربية الأبناء خصوصا مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص محمد لما انتشرت في الآوينة الأخيرة تعليم عن بعد وصار الانخيرات أكبر في مواقع التواصل الاجتماعي والحديث أكثر حول هذا الموضوع مشاهدين نرحب بالدكتور جلال بن يوسف لمخيني مدير دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك نورتنا في البرنامج صباح النور أستاذ الخديجة صباح النور أخي محمد أهلا وسهلا دكتور نورتنا في البرنامج وكما شاهدنا كلمة صاحب الجلالة كانت مباشرة في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي وتربية الأبناء أنا عارف أن هذا الحديث هو شجون ويطول ولكن ولو نأخذ بعض الوسائل مبدئيا اللي هي تساعد في تربية الأبناء يعطيكم العافية أخي العزيز سيد محمد فعلا خطاب مولانا جلالة السلطان عيثم بن طارق المعظم خطاب يعني ذو شجون وكان الخطاب خطاب أبوي وموجه للشباب العماني أو للنشأ وكأن لسان حال مولانا جلالة السلطان يعني يراهن على الشباب العماني وتربية الشباب العماني وكأنه يقول ازدهار هذه الأمة الأمة العمانية وتطورها في مختلف المجالات هو كذلك مبني على أخلاقيات هؤلاء الشباب وأخلاقيات الجيل القادم وقرأت في خطاب مولانا جلالة السلطان كأن إشارة تاريخية في الحقيقة إلى أن الأمة العمانية ما تقدمت عبر الأصور وحقب التاريخ إلا من خلال الأخلاق والقيم والسجايا الجميل اللي كان يرتبط بها الشعب العماني فعلا إذن دكتور من خلال أيضا ما لاحظنا في الكلمة هناك توجيه مباشر أن تربية الأبناء لا تتم عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي طبعا لها مساوء ومخاطر كبيرة فلو نتحدث عن المخاطر والسلبيات المباشرة من مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على سلوكيات وأخلاق الأبناء في الحقيقة أستاذ خديجي خطاب مولانا جلالة السلطان المعظم فيه إشارة كذلك لما اتسمت فيه الأمة العمانية عبر حقب التاريخ من وسائل أو مصادر للتربية كانت متمايزة في الحقيقة هناك حزب أو حقب يعني مجموعة من المصادر تميزت بها التربية في المدرسة العمانية أو في بلدنا العزيز سلطنة عمان الآباء ومقدمين الرعاية يلعبون دور في هذه التربية وكأن مولانا جلالة السلطان هيثم حافظه الله ورعاه يؤكد على هذه الأدوار وأهمية جودتها وكذلك فيه إشارة هنا لتنوع المصادر التربية في المدرسة العمانية المسجد يربي في السلطنة المدرسة تربي المجتمع تربي المجتمع الحارة تربي إلى عهد قريب كانت السبلة والمجلس العماني يلعب دور في غرس كثير من القيم والأخلاقيات في التربية وكأن هنا إشارة في الخطاب السامي إلى أهمية هذه الأدوار وفي عالم التكنولوجي اليوم والعالم أصبح قريك ترونية كأن مولانا جلالة السلطان هيثم يربطن بهذه المصادر في الحقيقة المربية في المدرسة العمانية أي كأن مولانا جلالة السلطان هيثم يقول مهما كانت هذه المصادر وتنوحها واليوم نحن في جغرافيا عالم متصاغر أو عالم قريب جدا لكن لن نتخلى عن هذه المصادر التي كانت في الحقيقة فاعلة وأساس وأساس في التربية وكأن يربطنا بالموروث العماني في أساليب التربية قطعا التكنولوجيا اليوم أصبحت مؤثرة ومن المتغيرات التي أثرت في تربية القيل لكن مع ذلك هناك جوانب مشرقة في التكنولوجيا والأصل في هذه التكنولوجيا وضعت لخدمة البشرية وخدمة الإنسان لكن متى ما استخدمت كذلك بالشكل الصحيح هنا إشارة عفونا أخي محمد هنا دور مهم كذلك لمقدمين الرعاية للآباء والأمهات ومقدمين الرعاية في المدارس وكذلك في المساجد اليوم الأئمة الموجودين إلى أهمية فرز هذه الوسائل التربية وأهمية تقييمها ومتابعتها مع القيل اليوم ما نفتح للقيل على الإطلاق استخدام الأدوات الأكترونية وغيرها مثل ما قال الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراف فهنا أدوار حقيقية كأن مولانا جلالة السلطان يشير ويؤكد إلى أهمية الأدوار الحقيقية التي يقدمها مقدمين الرعاية من خلال متابعة هذه الوسائل اليوم أصبحت وسائل التكنولوجيا هي وسائل يعني فرضت نفسها في هذا الوقت فرضت للأبناء التعامل معها كيف نستطيع أن نتابعها ونقيمها نستفيد منها بالشكل المناسب هي دخلت البيوت أصلا بدون استئذان ويعني مثل ما ذكرت أنت في نقطتك أن هي سلاح ذو حدين إحنا رح نتكلم عن الجانب المشرق فيها ورح نسألك عن كيف ممكن نستغل هذه المنصات الاستغلال الصحيح بما أنها موجودة معنا الآن وأبنائنا كل واحد مع حساب في وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان على الإنستجرام على تويتر اليوتيوب سنابشات كلها بتنوعها كيف ممكن أنا أزرع بعض الأمور الجميلة جدا والإيجابية الإيجابية طبعا مثل ما أسلفت أخي العزيزة أستاذ محمد أهمية المراقبة والمتابعة من مقدمين الرعاية الأولية من الآباء والأمهات كذلك زرع الثقة مع هؤلاء الأبناء في الحقيقة الأبناء يحتاجوا إلى كثير من التوجيه والتوعية في استخدام هذه الوسائل في تناية حديثك كذلك ذكرت اليوم أصبحت فرض عين أو واجبة لا يمكن أن نتخلى عنها تعليمهم مشاركاتهم كذلك أصبحت عبر هذه الوسائل الأرقام تتحدث عن خمسة مليار ونصف تقريبا حول العالم اليوم مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي بأقل تقدير الأشخاص العاديين اليوم معاهم خمسة إلى ستة حسابات متنوعة في وسائل التواصل الاجتماعي كيف نستطيع أن نوجه هذه الوسائل بالاستخدام الأمثل بالاستخدام الإيجابي هنا حزمة من الأشياء مقدمين الرعاية الأولية يوجهون المدارس توجه نخلق حقيقة سور من القيم والأخلاق التي تشكل عوامل حماية لهؤلاء الأبناء أو الأطفال من خطورة من المخاطر الموجودة هي ليس على الإطلاق المخاطر الموجودة في هذه التقنية أو هذه الوسائل التواصل الاجتماعي فعلاً إذن دكتور مثل ما ذكرنا أنه هي جانب إيجابي وجانب سلبي أيضاً لكن هو يبقى أنه المراقبة وأيضاً التوازن في العمل فكلمة توجهها لأولياء الأمور اللي ربما يعني يقولوا أنه خلاص هو متطلب عصري ولازم أنه ابننا ينخرط ويكون مع الجو ويكون مواكب الموجة مع التكنولوجيا فإيش توجه الممكنين؟ فعلاً أختي العزيزة أستاذة خديقة لازلت يعني أعيش في خطاب مولانا قلالة السلطان هيثم وهنا في الحقيقة إشارة عظيمة جداً من قلالة السلطان هيثم على أهمية التمسك والمحافظة على التربية أو الأساليب التربية أو السنع في البيئة العمانية متى ما حافظنا على هذا القيل هذا القيل هو الرهان الحقيقي للأمة العمانية في نجاحها في كل مجالات الحياة في كل الأصعدة نحن نراهن اليوم على الاقتصاد الاقتصاد مربوط بالقيم الأخلاقية نراهن على التجارة نراهن على الانفتاح العالمي نراهن على كثير من أساليب التقدم اليوم الموجودة حول العالم لكن مولانا جلالة السلطان يؤكد مهما اختلفت أساليب التقدم لكننا كعمانيين المفترض أن نحافظ وهنا إشارة في الحقيقة أبوية من جلالته لأهمية المحافظة على الجيل القادم التوعية التركيز على برامج التوعية القرب من الأبناء وفتح حوارات متنوعة معهم بناء جيل عماني مليء بالثقة ويراهن على نجاحات بلده إذن هو انفتاح على العالم وعدم الانعزال لكن بنفس الوقت مع المحافظة على المتغيرات والعادات والتقاليد وأيضا الأخلاق والتربية الأساسية ومثل ما قلت أن المربين الأساسيين لهم دور كبير في خلق هذا التوازن فعلا جميل جدا دكتور إذن مثل ما كان للأب والأم والإخوة المربين بشكل عام دور كبير في هذه الوسائل أنهم هم يربوا أبنائهم بالتربية الصحيحة ويزرعوا الثقة والحوار مثل ما ذكرت أيضا هناك فئة أنا أطلب منك أيضا كلمة لهم ولو قصيرة وموجزة الفئة المؤثرة في هذه الوسائل هؤلاء الأطفال وهؤلاء الشباب اللي يستخدموا هذه الوسائل تابعوها لأن فيها محتوى معين أصحاب هذا المحتوى ونحتاج أن نوجه لهم رسالة على أساس يقدموا أفضل ما عندهم لأبناء صدقنا في الحقيقة يعني اليوم المتواجدين في وسائل التواصل الاجتماعي أخي العزيز محمد من أبناء هذا الوطن الكريم كذلك لهم أدوار مهمة جدا لهم أدوار فاعلة لهم أدوار مؤثرة كذلك في نقل رسالة هذا الوطن وقيمة لما تسبر الأمة العمانية عبر التاريخ تجدها أنها أصبحت محل احترام وإجلال وتقدير حول العالم هذا الإجلال وهذا الاحترام وهذا التثمين العالمي للأمة العمانية كان مربوط بأخلاقها النجاحات التي حققتها بلدنا الكريم الماجد عمان عبر التاريخ كان مربوط بالقيم والمبادئ والأخلاقيات هنا دعوة مهمة لمؤثرين السوشال ميديا وغيرهم الفاعلين في هذه الوسائل على أهمية التركيز على المحتوى وأن كذلك ينقل المحتوى العماني أو المربوط بالثقافة والتراث العماني الأصيل مربوط بقيم ومبادئ وسجايا في الحقيقة السجايا السامقات للمجتمع العماني الأصيل هذا دور مهم هم اليوم أصبحوا أشخاص مؤثرين ويلعبوا دور ويعتبروا أحد قنوات الإعلام الإعلام اليوم مؤثر في بناء الأمة بناء الأجال التي سوف تراهن عليها بلدنا عمان راهنت عليها في السابق وسوف تراهن عليها للمستقبل والحاضر فعلا إذن حوار مثري جدا نشكرك دكتور جلال بن يوسف لمخيني مدير دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية على كل هذه المعلومات وعلى أيضا تحلل الخطاب وشكرا جزيلا لك شكرا شكرا لك دكتور جلال إذن مشاهدين الكرام هي رسائل يجب أن تصل إلى جميع المربيين جميع أولياء الأمور المعلمين المؤثرين وحتى اللي ما نتخيل أن هؤلاء ممكن يأثروا على أبنانا بالفعل هم يأثروا عليهم فعلا متواصل معكم مشاهدين إن شاء الله تعالى كونوا بالقرب اشتركوا في القناة